أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرياسية عيدروس الزبيدي على أهمية الانفتاح نحو رأس المال الأجنبي وتوفير البيئة الجاذبة أمامه للاستثمار في مجال الاستكشافات والتنقيب عن النفط والمعادن والاستفادة من خبراته في تطوير عمليات الانتاج وتطوير الحقول المتقادمة وانتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة عدن بوزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي حيث اطلع الزبيدي على سير العمل في الوزارة والجهود المبدولة من قبلها لاستقرار الحالة التومينية في السوق المحلية وتنظيم عملية الاستيراد للمشتقات النفطية والوقود المخصص لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بمادتي الدئزل والمازوت بما يضمن توافرها بكميات كافية تضمن استمرارية عمل المحطات وعدم توقفها كما استمع الزبيدي من الدكتور الشماسي الى شرح موجز عن انشطة الوزارة فيما يخص الاستثمارات النفطية والغازية في محافظتي حضر موت وشبوة وخطط الوزارة المستقبلية لتوسيع نشاطها في جانب المسح الجيولوجي والذي من شانه ان يسهم في دعم عمليات الاستكشاف والتنقيب وتحديد مواقع الاحتياطات ومدى توافرها بكميات اقتصادية